استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدا من نقابة العام للعاملين بالمالية والضرائب وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات مشددا على أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين ومن جانبه ثمن وفض النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة